موسيقى حتى لو أصبح الفيسبوك هو المكان اللي بينشر فيه بيعين عروض عجيبة والسعر خاص وأصبح انستجرام هو المكان اللي مفيش حد إلا وبيأكل كنوة سالات مع أفوكادو ساعة الغروب كده هيفضل تويتر هو المكان اللي الناس بفيه برضو بيشتموا بعض بيشتموا الناس اللي جواه بديهيات يعني بعد ما إيلون ماسك اشترى تويتر العلامة الزرق بقت تكريم لأصحاب البلاو الزرق وآخر أصحاب العلامة الزرق ملوك البلاو الزرق طالبان طالبان يا نهر أزرق إزاي؟ طالبان يا أخ إيلون أول مرة أحس إن العلامة الزرق دي في تويتر شتيمة بس لما بقى فيه احتجاجات على الكلام ده إيلون ماسك استرجل وسحب العلامة الزرق وكلها مش علامة واحدة من أصحاب البلاو الزرق أصلا أخبار إيه الجميلة اللي ممكن ينشرها طالبان دول ينشروا إيد واحد ينشروا قرارات غباية تضحك الكوكب الجميل إنهما ابتدوا على طول فورا ينشروا كدب على الناس من أول يوم في تويتر أصلا عندهم تارجت من الخطايا والحاجات الشريرة بتعطى لبان دول لازم لهم كده أغضى في تويتر مخصوص إذا كده السيكوريت ياخدوا رحيتهم فيها بقى تهديد شتايم تعنيف رجم تزويق قاصرات عنف تجاه المرأة خليهم يفرقوا طاقتهم زي ما هم عايزين ويرجعوا لبيوتهم حاسين إنهم جايبين التايها أصلا كده ممكن يحلوا شوية عن النساء الأفغانيات اللي شايفين الويل هناك لأنه واضح إن موضوع الحاجات الزرق ده هم محتاجينه بشكل عاجل الجماعة مقصرين والمرأة موتراهم أنا علي أنديل ودي حلقة جديدة من برنامج الساخرة مساء يلا بينا ضبط مصري يحاول سرقة رادار في الشارع أنا مش فاهم مش فاهم إيه الأكثر إدهاشاً في الخبر ده إن حرامي قرر يسرق رادار من على الدائري ولا إنه لما فشل في السرقة راحت في الطوبة ولا إنه اندهش لما البوليس جابه على طول ما هو عبقر زمانك أنت رايح تسرق رادار رادار بزمتك أنت سألت عنه قبل ما تسرقه الرادار ده عبارة عن كاميرا بتصور أي حد ماشي بسرعة يعني أي حد بتجيبه وهو جاء عربيته فالطبيعي الطبيعي أنه يصورك وإنت واقف على حيلك قدامه بتحاول تسرقه هو أنت ما بتشوفش الناس على السوشيال ميديا وهي مش هيرى صورة مخالفتها على المحور ده فيه ناس يا باشا عندها فوتو سيشن هناك أنا أفضل أتفكر هو الحرامي ده يعني يعني كانوا يعمل إيه بالرادار بالذبط يعني هنفترض أن عارف يفوكوا وخدوا مع البيت وسبحان الله عارف كمان يشغالوا ها ها هتعمل إيه بقى يعني هتكنفوا أسفل منتصف المطبخ عشان لو حد من الإعلام فتح التلاجة بالليلة الرادار يجيبه يعني ما انت عارف انها بتصور اهو انت عارف انها بتصور بلاش خيالية شوية صح خيالية هتسرح بالرادار على كبرى قصر النيل تصور الحبيبة صور فورية تبعت لهم على الموبايل من نيابة المرور الحرامي لما معرفش يسرق الرادار اللي بيصور ام حدفه بطوبة بيرازيه كده عشان مرضيش يجي يسكة معاه هي الرادارات دي ملاش اهل يا جماعة واحد يقول لي ايه في مصر واحد مصر يا حيزة لا استنى حبيبي يعني في مصر اضربت بالطوب في دول تانية اضربت بالنار الشباب دول عملوا حفلة على الرادار اما بقى في الاردن في واحد ضرب نار على الرادار تحية الاهل سحاب لعيون اهل سحاب صوته هادي مهزب وبيعمل كده مجاملة مجاملة كده لعيون اهل سحاب مش انتقام او قفش وقبل ما حد يزيت ويقول اه دي الدول العربية شوف بيحصل فيها ايه طب ايه رأيوكو انه في كندا كمان الرادارات طلعب بتتسرق انا خاف بس يقبضوا على الحرامية بتوع كندا يطلعوا قراية بحرامي الدائري في امريكا بقى الوضع مختلف في واحد ما سرقش الرادار ولا ضرب عليه نار لكن اتصور وهو بيطفش عربية برش مش علشان يسرق العربية نفسها او يقلب الكاسد او يفتح التابلوه ياخد شحن الموبايل انه الضربة الربان لا اه ده سرق جهاز كشف الرادار المتركب في العربية انا مش عارف هو سرقه عشان يبقى يهدي قبل الرادار ولا عشان يقفش الرادار ويروح يعتدي عليه سيبك بقى من كل ده ده لعب عيال بالنسبة للي بيحصل في السويد البوليس السويدي ما كانش عارف مين بيسرق الرادارات ولا بيعمل بها ايه اول حاجة تيكي في دماغك ان ده سواء سويدي اتخذ مخالفة واتقدر من تمنع فقرر ينتقم زي ما حصل في فيتنام لما سواء اعتدى على ضابط المرور اللي اداله مخالفة وما سرقش منه الطبانجة زي عادل امان في فيلم المشبوه لا ده سرق منه الرادار اللي كان ماسكه في ايده البوليس السويدي يعني احتاز قالك صعب الدافع يكون انتقام لان اللي تسرق مش رادار ولا اتنين دول مية وستين رادار يعني شغلة اصابة منظمة نظريات كتير طلعت قبت على سطح لحد ما فيه مجلة محلية في السويد قالت ان ممكن الرادارات دي تكون بتتباع للجيش الروسي علشان تستخدم في الدرونات في حرب اوكرانيا انا مش مصدق ان حتى لما بنتكلم عن الرادارات بنلاقي برضو موضوع حرب اوكرانيا طلع لنا فيه بيوك كده اخر حاجة عايز اقولها وده بجد الرادارات دي موجودة لمصلحتنا وإلا هنجري في الشوارع زي النسانيس هي صحيح بيتبقى في منها نوع كده دحلاب بيزاولنا ياخدنا مخالفة وحنا ساقينا على تمانين علشان السرعة في الحتة دي حبك تبقى ستين والمفروض نعرف من غير يفطر بس برضو احسن من حوادث السرعة ساعات بنضطر ناخد الرادارات دي على قد عقلها وبنلبس لها فاتح علشان نشوفوا ان احنا لابسين الحزام بس برضو ده احسن محد يجراله حاجة علشان مش رابط الحزام تشوفوا الدنيا وصلتنا لحد فين الرادارات الرادارات اللي كانت بتحمينا من مخاطر السرعة دلوقتي بقت محتاجة اللي يحميها مننا عجبي من الحاجات الجميلة اللي اتفق معايا صحابي وخاتي في لبنان عليها ان دايما الاخبار من لبنان بيكون فيها فانتازيا كده خليط مدين الخيال والواقع بطريقة سلسة تأسر القلوب قلوب المشاهدين طبعا ايه قدب الواقعية السحرية ده يا شعب لبنان هو اللي بيخطط طريق حياتكو مركيز بنفسه وبيكتب خط رقع كده ولا ايه بعد 11 جلسة فاشلة لانتخاب رئيس جمهورية قرر النائبان المعارضان ملحم خلف ونجاة صليبة انهم يعتصموا داخل المجلس ويناموا فيه علشان يضغطوا على الرئيس نبيه بري ونواب السلطة انهم ينتخبوا رئيس يعني نبيه بري كان محاول البرلمان لمصيف بيفتح في السنة مرة وكان نقص يخليه كاس عالم بيفتح كل اربع سنين في بلد اموا المعارضين عملوا قبضيت وحاولوا لشاليه على اير بي ان بي هاي انت زهقت من نمت البيت حابب الويك اند بتاعك بقى مع اشهر النواب والبرلمانيين اللبنانيين احجز الان تحت قبة البرلمان واخيرا التغيير الحقيقي بدأ الاخوة اللبنانيين حولوا مجلس النواب لمجلس النوام حرفيا وبالتأكيد الكلام ده عمل ضغط رهيب على الرئيس نبيه بري صاحب القلب الكبير والحلوني اصلي راجل زيه ما تأثرش بنهار العملة ولا افلاس الدولة ولا حتى الانفجر المشؤوم طبيعي انه هيتأثر قوي 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 يا حبيبي لما يلاقي النواب نجات صليبة وملح انخلف يعني نايمين في المجلس والدنيا ظلمة نجات صليبة اللي وعدت الناس اللي انتخابوها بتغيير واصلاح وانتفاضة اول انتفاضة لها كانت على طفات السجار والمدخنين طلعت عند الرئيس بري وقلت له رئيسنا هيدا القانون 174 بيقول انه ممنوع الدخان بالاماكن المغلقة وهو للنواب اللي هن قروا هيدا القانون عم بيخلفوا الله اكبر عليك يا زاد شو قالك الرئيس بري هلأ رح ابعد شرطة المجلس تشيل كل المنافذ وممنوع بقى الدخان جوا والانتفاضة التانية لنجات صليبة كانت على الرئيس بري ذات نفسه بم تاشي بخ كده لما هجمته بكل شراسة وقالت قد يدفل سعف ويقول انه انه الرئيس بري ما عنده خبرة طويلة اكيد هو بحد ذاته مدرسة هو من ناحية مدرسة فهو مدرسة طبعا ومدرسة مشتركة كمان اصلي لو ما كانش مدرسة هيستقبل التلاميذ اللي زي زي حضرتك ليه؟ مين بقى اللي ما سكتتش؟ بولا يعقبيان واللي تبقى زميلة ملحم ونجات في المعارضة ورحت مصورة فيديو من المجلس يقطع القلب اصلي النواب عمالين يناموا في الظلمة يردي مين الكلام ده يا جدا عندما هاتي قريبا قوي هناك هبصت شو؟ النواب عم بيناموا بالسالونات هون نجات عم بتنام هون على عيدة الكنباية وكمان بهذه الغرفة التانية بهذا السالون التاني كمان شوفوا العتم من هلأ هون ما بقى زمبيني وراي الكنباية هون عم بينام من حم خلف هون هون بالزبط عم ينام وسام كمال وهون في الحطة الهناك دي حضرتك بتنام زبيضة وسلمة لأ سلمة بتباد في بيتها عادة مش مشكلة ورجائي بقى له فترة ما بيجيش مطبق يعاني وأنا أنا والمخرج جابين ماكرويف انا عباشها واعدين والله في الضلمة معي والله أصحب القلوب الرحيمة والآهد البيضاء الرجاء التبرع على الرقم اللي في أسفل الشاشة أنا حاسس إن ده فيديو وفائقي عن السجون بعد نهاية العالم بعدين ايه يعني ايه يعني لو نجاته ملحم نامه في الضلمة أول ما عملتنا حور لمعاناة وصعبانيات طب ما شعب اللبنان كله بقى له كتير بينام كده ما حصلهش حاجة يعني ده أنا مرة قاعد مع وسام كمان صديقي صهرانين في مكان وكنت عايز أشحن التليفون هو قاعد في التربزة قدامي كده فبسأله بقوله سام عندك كهرباء فبص نظرة كلها فرحة وقالي آه الحمد لله بدون ما يبص على فيشة هو مش متعود على السؤال هو متعود على السؤال في المطلق عيني الشعب اللبناني والله أنا متعاطف جدا مع الشعب اللبناني وبدأت أزهق لهم وأنا مش بعاني نفس اللي هو ما طلقهش أبو رجل مسلوخة يعني الشعب اللبناني الفرق هنا إن أبو رجل مسلوخة زمان كانوا بيقولوا لنا إنو بيأكل الأطفال بس دلوقتي بقى بيأكل المعارضين لنبيه بري على فكرة النواب اللبنانيين مش أول معارضين بيناموا في المجلس قبل كده اعتصم نواب تونسيين وناموا في المجلس وكانت نومتهم نومة عواء أحلا بكتير من نومة نواب لبنان في تونس النواب مش بس بيناموا في البرلمان لا يا رايز خلينا أتكلم بقى بالرأي والرأي الآخر مش بيناموا في البرلمان بس دول كمان بينظموا رحلات فضائية بصراحة أخبار لبنان وتونس لازم تكون بث حصري لقناة ديزني وعلشان نعرف أكتر عن أجواء البرلمان نايتس في لبنان معانا مباشرة من البرلمان عبر الأقمار الصناعية النائب وسام النوام إيه اللي هو لابسه ده؟ إيه الشيخير الناعم جدا؟ الشيخير من مقام النهواند يا سعد النائب يا حج لا أستاذنا بيه بيه ما تضربني ما عمل شيء ما عمل شيء إيه ده إيه ده إيه ده يا سعد النائب ما تخافش نبيه بري مش معانا ما تخافش أكيد؟ آه والله أكيد آه أوكي ماشي أهلا معالي معالي تيزي تفضلك حبيبي سعد النائب ممكن تكلمنا أكتر عن هدف خطوة الاعتصام الجبارة دي يعني إزاي بتقضوا وقتكو؟ والله يا معلم علي والعان الأجواء عن جد هون ترنيب أربعمية لخام مونوبولي وهلأ من شوية حكينا ووصلنا خبر من نديم جميل سيجي لعننا الليلة وسيجيب معه البي أس 5 هاريس بلعبك تشينا أنت جاب لي بنخطع هاريس مش النائب حاضر هاريس هكمل ما تزعليش طيب هل يا أستاذ وسام هل في استجابة من الرئيس بري ونواب السلطة لمطالبكو؟ صراحة بالبداية ما كان في استجابة بس من شوية إجا لي اسمه صعب نيب الرئيس وقالنا أنه رح يبعطونا عشا اليوم عشا؟ إيه إنه سمكة حرة مع ميزاته بابا غنه وشعر الخفيف يعني ألف أنا وشافع حبيبي طب ممكن نعرف إيه هي مطالبكو علشان تفكوا الاعتصام؟ أول شي أيوة بدنا حرمات سميكة دي بطاطين يعني إيه مثل هولي بس إنه أحلى معلوان بدنا باوربانك للتليفونات بدنا مايكرويف بدنا شامبو ما عنا شي هوني شو بده اللي يحكي الواحد اللي يحكي؟ إيه أنت مش عايزين لك ليك؟ لك ليك عشان لو رجلكم ساعة بتلمسوا بعضوا وسام حبيبي باين أن أنت لسه صاحي من النوم ووضعك لسه على السليب مود أنا بقصد مطالب الشعب يا حبيبي مطالب الشعب اللي أنتوا موعتصمين عشانها ركاية ماشينا هلأ يا خي بدنا شير رئيس نحطه بابا عبدار ارتحت هلأ مش هيدا موضوعنا بسخير عنا طعبنا والله طعبنا هوني ما فيش فايدة الصلاة عن نبي طيب الخطوة الجاية هتكون ايه؟ يعني هل في تصعيد منكو علشان تجاه السلطة مثلا؟ طبعا طبعا حلو أنا بدي حذر السلطة الحاكمة والرئيس بر بالتحديد أيوة كده إذا ما رحت أمنون لنوم كريم بالمجرس نحنا رح نصعد وحننزل على الشارع ونعتصم انتو عاملين زي زي فيلم انسيبشن بس على اعتصامات مش أحلام يعني اعتصام جوه اعتصام جوه اعتصام بس الفرق انو ملحم خلط أحلى من ديكابيو بس لايك عفكرة اذا ما عندك شيء وانت فاضي ميل لعنا عفكرة اليوم عامين بيجاما نايت هيك لايك لشيء لازيزك لحظة اه بتعيت لي ناجات ايه شو؟ ايه بتعيت ليه؟ اه اه بتنديله بتعيت يعني بتنديله ايه ناجات ايه والله مش انا مدخن مش انا اهدا ملحم والله انا مش مدخن لايك خلص بدي روح لعندي بس باي باي انا مش انا ملحم هو بيضله مسك سجارة بيده مش انت مش شايف دي اه شكرا وسام النوام من لبنان انا بصراحة شايف ان يعني لو شرارة التغيير في لبنان هتبتدي بالطريقة دي وبالكوفرتات اللي شفناها دي فيا رب تمطر عليها وعمرها متولع تعالوا نطلع فاصل سريع ندعي فيه ربنا ينصر لبنان على كل الظروف السخيفة بينموا في المجلس وكوتشينا وفي ايه احنا في عيد الام ورجعنا من الفاصل سالمين غانمين الحمد لله ممثل منظمة الاغذية والزراعة في الامم المتحدة في الاردن نبيل عساف قال ان الاردن من افضل دول الشرق الاوسط فيما يتعلق بمخزون الحبوب ولم يتأثر بالحرب الروسية الاوكرانين طبعا كان يقدر يكمل ويقول زي ما الشعب الاردني متعود يسمع دايما يعيني الاردن لم يتأثر بالحرب الروسية ولن يتأثر بأي حرب ولا أي فقر أو فساد أو ديون أو رفع أسعار مشتقات وغير مشتقات نفطية أو بطالة لأن أهله نشامة ونشميات والأشقاء العرب اللي ما يعرفوش يعني ايه نشمي نشامة يعني حاجة حلوة نشامة يعني أبطال يعني أجدع ناس أحلى تحية للناس اللي مشرفانا في الفرح بس الحكومة أهم الحكومات أهم الحكومات الحكومة حولتها لأغنية بتسمعها فردة لأي حد حاسس إنه مكتئب شوية أو مش في المود بعد كده بدأت تتحط في أي جملة للرد على أي شكوى معاكش فلوس؟ أنت ناشمي مش محتاج محتاج شغل؟ أنت ناشمي دي أحصل منها وظيفة مش عاف تنام؟ خد نفس عميق قول ناشمي ثلاث مرات مش عاف تصحى؟ صعبة دي شوف لك واحد ناشمي صحيك نرجع للحبوب ايه يا جماعة دا؟ مش حبوب الوش يا جماعة ركزوا معاك مش حبوب الوش يا جماعة الحبوب اللي بتبايد الوش طبعا بتبايد وش الحكومات يعني قدام شعبها وكده حبوب القمح يبدو أن التصريح دا واحد من أزكى التصريحات اللي اتدلقت على الأردن في الفترة الأخيرة نبيل عساف دا برينس عبقاري فاهم لغة وفاهم أدب فاهم يختار كل كلمة زي الراجل قال لك ايه؟ واحدة واحدة قال لك ايه؟ من أفضل من أفضل كده هو من أفضل ما قالش أفضل طب ودي تفرق فيها باش مهندس لا يا باشا تفرق أزميني انت وهو لأن لو روسيا عرفت أن الأردن أكتر بلد أو أفضل ممكن لا سمح الله يتورطوا بزيارات غير مرغوب فيها خلفاء روسيا ناس غشيمة الصراحة زي مثلا كده لو أمريكا عرفت أن الأردن فيها بترول كان البلد لا سمح الله دخلت عليه الديمقراطية الأمريكية ربنا يرحم كل من ضاقها توفر الحبوب الكتير دي حاجة ممتازة وعظيمة ومطلوبة طبعا بس الناس هتعمل ايه؟ ووفرة الحبوب دي وهي ما عندهاش فلوس أصلا تشتري يا باشا دولة ونباتيين هيبقى عندهم مشكلة برضو وأكبر بعد كوابيس هيروشيما وناجا زاكي التي لن تنسى أبدا العالم كله بقى بيرتجف زعرا لما بيسمع كلام عن النووي في السنين الأخيرة نادرا ما كنا نسمع تهديدات نووية إلا في حالات الاستعراض يعني الدنيا مش سايبة جماعة فيه نظام عالمي وفيه كبير بيدافع عنه من أي متهور يهدد بحاجة زي كده وعشان كده محدش يقدر يهددنا بالنووي تاني ايه يا رئيس فيه مش شاب ايه دي فيها برنامج اه قلت فاكين بلعب تنسى ايه تهديد تاني هو انا قلبي لسه طب الاولاني هتقولي الخبر يا جماعة كده اه قال ايه يا ولاد الرئيس الروسي السابق والبست فرند البوتن ونائب رئيس مجلس الامن الروسي اه ما هم عندهم مجلس امن خاص بيهم السيد ديمتري ميدفيديف بيتوعد الغرب بالنووي في حال هزيمة روسيا في اوكرانيا اللي هو لو حد لمسنا هننسفه لو همسنا يعني على رأي عمر دياب يا انا يا لأ محدش تاني وفي قول اخر خلينا نتبسط قال ان معاقبة دولة لديها واحدة من اكبر المخزونات النووية فكرة سخيفة ومن المحتمل ينتشكل تهديدا لوجود البشرية تهديد لوجود البشرية الرجل مش بيهدد بلد ولا اتنين لا لا ده بيتكلم على البشرية كلها كنترول ايه بما فيهم عمر النعمية لا كله اللي عمور العسل طب حتى لو انا ضحيت بعمور العسل الكائن اللطيف المهزب ده زنبه ايه لأ وبيقول لك ايه القوى النووية لا تخسر في الحروب التقليدية حروب تقليدية هو جواز صالونات طب وليه تصبر نفسك ما تنسي في الكوكب وتريحنا كلنا بس بعد القبض والنبع عشان عايز اشتري حاجات اللي ازعج امريكا بقى ان الكريملين اعتبر تصريحات ميدفيديف معبرة عن العقيدة الروسية وامريكا كمان قالت تصريحات روسيا بشأن النووي خطرة او خطرة يعني طيب ميدفيديف هبت بايه كمان لا هو ما هبتش هو شطح لدرجة ان شاكك انه استهلك لوحده مخزون الكبتاجون السوري كله ده عمل شوية توقعات لسنة 2023 فاشر مش هي الحقيق مسلا هو شايف ان ايلون ماسك هيبقى رئيس امريكا وشايف كمان ان الاتحاد الاوروبي هينهار والكبيرة بقى اختفاء اوكرانيا من العالم بدون ما حد يعرف ده عارف وتوقع تقسيم اوروبا وحرب اهلية في امريكا واستقلال تيكساس وكاليفورنيا ويعملوا دولتين مستقلات وانهار البنك الدولي وياريت نخلص من الديون يا جماعة وانهار اليورو والدولار مصلحة بس روسيا هتفضل في السدارة هو شايف كده ولان الكلام ده صعب يصدر من حد مسئول فاحنا تقصينا وعرفنا رقم الدكتورة النفسية بتاعته وهنستضفها دلوقتي عبر الاقمر الصناعية احنا طبعا برنامج مكلف مش موجود شوية فيديوهات على اليوتيوب عشان نفهم منها ايه اللي وصل الراجل ده للحالة دي مساء الخير دكتورة كاترينا اهلا وسهلا الاول بس ازاي بس حضرتك ما فيش يعني بغلته وسماعة الحاجات دي انا دكتورة نفسية مش دكتورة تناسلية شعب حسيت للحظة ان كان طموح حضرتك تبديه تناسلية بس ما كانش معك يكمل يعني مساء الأنوار معلم علي يلا اتمدع عشاز لونغ وقولي اول مرة حسيت لا دعوش دعواني بس يا أستاذا حضرتك انا مش جاي عشان كده انا عايز اسألك عن مريض عند حضرتك مخوفني يعني هو بصراحة هو مخوف العالم كله لا لا متأسفة لا انا لا يمكن اكشف اسراري للمرضى بتوعي لحد اسرار ايه دكتورة ايه الطلعات الغريبة دي في ايه ده بيقولك ماسك هيبقى رئيس امريكا ده لما مسك تويتر كان بيبيع العلامة الزرق ب8 دولار ده مش بقيد لو مسك امريكا يبيعك منسان امريكاني بورقة ب100 كده وقتها نص العالم هيبقى امريكاني لا لا في ايه ده مش لمصلحتك يعني حضرتك طيب طيب لا ما بدي انا عشان المصلحة العامة ممكن اديك شوية شوية تفاصيل اتفاضل اسأل بس بلاش ندخل في الخصوصيات خصوصيات انا مليش دعو بخصوصيات ولا كلسون ولا بتاعي مش اتكلم في حاجاته انا عايزة اسألنا حاجة واحدة هو ايه وحداك من نبيلاش الطلعات الهرمية اللي في ايه ايه سبب هوسو في انه يستخدم السلاح النووي عشان يحاول الكوكب كله لطبق مهلبية صايصة حط نفسك مكانه شينفعك كده بقى تخيل تخيل معي تخيل نفسك حد يدخل بيتك ويدربك قدام امرأتك وعيالك وانت عندك شوية مسدس هتستخدمه ولا لا قول قول انا مش خايف من اللي هيج اضربني قدام عيالي وامرأت انا خايف من حضرتك ما هو حضرتك اوكرانيا برضو مش بيته يعني اه ده لا انا الله هده ولا بيت امريكا طيب ما حلو حلوة يروح يتفهم هو امريكا بقى ما تشطرش على الناس الغلابة زي انا وبعدين انا اسف يعني فيش هاي طلعات طيب مين قالك انه راجل البيت هم البوتن راح فين ام تعالى تعالى اعملك تحليل شخصية وننزه هالمريض شوية وندعيله بالشفاء انسى انسى شوفت راح فين اجي 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 انا خايف من حضرتك عبر الاقمر الصناعية يا لست عكسي انا لما بحس ان نفسي تتعبانة اه اه ام اطبخ انزل على سوق من المتساكل نفس 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 انت مدمنة بص حضرتك انا عايز افهم حاجة خلينا بس في المصيبة النبي يخليك معايا واركزي في المصيبة اللي عند حضرتك هو هيبطل امتى امتى تصريحاته العجيبة دي خليه فاطفد خليه فاطفد يا معالم علي دي جزء من خطتي لعلاج الاكتئاب اللي عنده خلي عندك انسانية واستحمله لحد ما يشفى يا رئيس هو مين المفهود يتعالج هيا خاضر انسانية ايه حضرتك اذا كان هو بيهدد الانسانية ع حاجة وبعدين انتوا عشان تعالجوا من الاكتئاب هتخلوا البشرات كلها تكتئب تنفس ماله يا معالم علي عشان ربنا يوسع برزقنا شوية اصل الشغل ما انت عارف الشاحح ومعظم الزباين بياخذوا جلسات بالاقصات لا ما بدي اقصات مرة تانية روح يا اقصات روح يا اقصات مفيش اقصات خلاص ده الحج عبدالغافور البورع يا رئيس ما كانش بيتكلم بالطريقة دي في ايه مشاكرين جدا لحضرتك في حاسنا بيتكلم اختفوت فيه تمانية دخلين في بعض بالشكور اطلع يا عم على الفقرة اللي بعدها عم اطلع يا عم حاضرة هتنفس ده ده موجودة في اللوكيشن يا في ايه هرعت فين تنفس ايه وصلنا الحب عمري لمتعدي الابدية الفقرة اللي من ساعة ما فكرت عملها لقيتها مالي علي يا حياتي اصل الاخبار دي بتفرق انها صغيرة نسبيا وانتوا عارفين احب الولد لقلب امه هو الصغير يلا بينا على اخبار في السخن في مسرحية من انجح المسرحيات في تاريخ المسرح العربي يعني مسرحية الوقت سيد الشغال الفنان عادل امام ربنا يديله الصحة كان شغال عند الناس الكاركتر يعني كان شغال عند الناس اغنية وبالخطأ كده كسر لطباق السينية بتوعهم الجماعة طبعا قرروا يخصموا تمن لطباق من مرتبه فلما عمل الحزبة كده اكتشف انه لازم يشتغل عندهم 140 سنة عشان يسدد تمن لطباق او الخبر اللي جاي ده جماعة فكرني بنفس الحكاية بالزبط بتاعة الطباق دي خطأ بشري يؤدي الى اتلاف 15 مليون جرعة من لقاح كورونا لان كان فيه غلط في الخلطة سمعت الرقم؟ سمعت؟ 15 مليون ازازة لقاح يعني نفرد مثلا مثلا ان تمن اللقاح ده 5 دولار يبقى الموظف اللي تسبب في الخطأ لازم يتفعلوهم 75 مليون دولار واكيد الراجل ما عندهش واحد في الالف من المبلغ ده وإلا ما كانش يروح يشتغل خلط لقاحات في شركة ادوية بيقباضوا كويس بس مش زي في الستاند اف كوميدي يعني ايه يا رئيس فيه؟ وأما بنعمة ربك محاضر يا رئيس أنا آسف مهم؟ وبالتالي لو حسبناها على طريقة الاستاذ عادل الإمام 75 مليون وأنا باخد في الشهر عيم عين وكان بيعمل كده؟ يبقى حضرتك لازم تعمل زي النواب اللبنانيين واتنام في مكان شغلك وفي الضلمة عيم عين عين احنا بنتبسط جدا بكل التعليقات اللي بتجيلنا على السوشيال ميديا سواء كان على المنصة أو على منصاتنا احنا كاكوميديون زي موجودين في البرنامج فأنا أتمنى انتوا دايما تقولون لنا أول بأول اللي عاجبكم في الحلقات ولو في حاجة مش عاجباكم اللي أقدروا لأك تصعبا يعني بس تقولون لنا برضو عشان احنا يهمنا كل يوم واحنا معاكم يبقى البرنامج أحلى وأحلى ومن أسرة الساخرة مساءً بنحييكم وآخر حاجة نقول لكم ربنا أحلى أيامكم صباح الفل اشتركوا في القناة